مساء الخير أصدقاء وجمهور قناة حاولية راب العزاب قصة النهاردة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل واللي بعثها لينا قناص الحكايات المرعبة الحقيقية باشا مصر واللي أعطت صياغتها المرة بأختنا الغالية زهراء واللي قام بإخراجها طبعا علاء العزيزة لكن قبل ما نبدأ بطلب منكم وبأكد عليكم الاستماع الكامل للحلقة علشان عطت ساعات المشاهدة وتفعيل القناة يتم إن شاء الله ودلوقتي تعالوا نسمع حكاية النهاردة اللي هيرويها لينا باشا مصر واللي هتكون بعنوان جنية الدهب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أنا باشا مصر طبعا فاكريني مجمع قصص الرعب الحقيقية القصة اللي هقولها لكم النهاردة عن واحد اسمه أحمد رمضان هو حاليا شغال حارس لكنه قاعد على كرسي متحرك قدام قاعة مناسبات موجودة في البلد لكن لازم في الأول أحكي لكم عن القاعة دي وإمتى وإزاي أحمد بدأت قصته منها القصة دي حصلت سنة 1997 في مكان اسمه عزبة الصعيد والمكان اللي حصلت فيه بالتحديد في قاعة المناسبات بتاعت البلد دي والأهل قارية عزبة الصعيد بيستخدموها في المناسبات تقدروا تقولوا إنها دار مناسبات مختلفة زي دار الضيافة اللي بيعملوا فيها الأفراح والجلازات والعقيقة وما شابه وطبعا اللي نزل الصعيد هيفهم كلامه ويعرف أنا بتكلم عن إيه الدار دي موجودة في أغلب قرى الصعيد مصر أهل البلد بيلمهم بعض فلوس وبيبنوا ويجاهزوا مكان كبير وواسع وكل أهل البلد بيقيموا فيها جميع مناسباتهم وفي الغالب اختيارهم للمكان بيكون في بداية القرية أو نهايتها أو في مكان بعيد عن البيوت علشان الأصوات ما تزعجش إلى أي حد من سكان القرية الدار دي بيكون واحد من أهل البلد هو اللي مسؤول عنها علشان ينظم ويرتب كل حاجة ويحدد الموعيد المهمة اللي حصل بعدما أهل القرية بنضار وعملوا فيها أكثر من مناسبة من أفراح القرية بتاعتهم والأمور كانت تمام بدأ صاحبها حسين اللي كان مسؤول عن المكان لقى إن الناس بتجيلوا من كذا قرية من القرى المجورة ليهم وطلبوا منه إنهم تيعملوا أفراحهم في القاعة وهنا حسين فكر وشغل دماغه وقال يعني ليه ما وفقش على إنه خليهم يعملوا أفراحهم ينحف الجاعة واخد منهم فلوس طلبة من برى البلد وفي يوم كان في حفلة الناس من برى البلد فعلا وهنا اتلم أهل القرية علشان يفهموا الموضوع إيه ويشوفوا حفلة مين دي ولما لقاهم حسين جايين عليه طلعوا وقال لهم دي بنت غلبانة وفجيرة وأنا حبيت أساعد معاهم وده طبعا بعد ما جاعدوا يترجوا فيها علشان يعملوا الفرح هنا في اللحظة دي يسمع الكلام ده واحد من أهل العروسة وراح نقلوا لأبوها وقال له الحج يا حجر حسين اللي حجستوا منها الجاعة جاعت مع الناس برى وبيقول لهم إنه خلاكم تعملوا الفرح دي لأن العروسة بنت غلبانة وفجيرة جاه أبو العروسة مع أهل العريس وتكلموا مع حسين وقالوا له إيه الكلام اللي بتقولوا ديه يا حسين إحنا دفعين فلوس للمكان علشان نعمل فرح بنتنا والراجل اتفق معاك أهو وطبعا إنتوا عارفين دماغ أهل الصعيد بنحب كل حاجة تكون بالأصول هنا رد واحد من كوارات أهل البلد كان اسمه عشري وقال اتفضل كمل فرح بنتك يا حج وقال فمبروك وانت يا حسين رجي على الراجل اللي دفعه إحنا مش بنعمل أفرح للناس بفلوس ولم الناس اللي كانت معاه ومشي ولا كأن في حاجة حصلت وتاني يوم راحوا وقعدوا مع حسين اللي كان بياخد فلوس من الناس وقعدوا وبدأوا يتكلموا معاه ويحسبوها اللي عملوا وهنا كبرهم قال اسمع يا حسين اللي عملتوا ديه خيانة للأمادة ويعتبر سرقة لأهل البلد كلهاتهم ديه أول حاجة وتاني حاجة احنا عملين لقاعة لأهل البلد بس ومش مستنيين فلوس أو أي عقد ييجي من وراها ومن غير أي مشاكل انت هتسيب الجاعة وهنمسكها لحد غيرك ومن بعدها مش احسين من المكان نهائيا ومسك واحد تاني اسمه أحمد رمضان واحسين طبعا من غيزه كان حاقد على أحمد علشان أخذ مكانه ومن شدة حقده داد في باله فكرة خبيثة اتفق مع ناس من بره البلد تقدروا تقولوا عليهم بلطجيها والتعطرق وطلب منهم وقال اسمع يا رجالة أنا عايزكم تمسكوا أحمد ديه وتنزلوا فيه ضرب في عتمة الليل بس عايز الموضوع يتشك فيه خدوا أي حاجة من المكان علشان يبقى إنها مجرد سرقة عادية ومحدش يشك فيه وفعلا هو دا اللي حصل لما دخلوا البلطجيها على أحمد وهو نايم نزلوا فيه ضرب لغاية ما فاء وفضل يسرخ ولإن الجو كان ليل ولقاها في حتة مضطرفة شوية عن باقي البلد ومحدش كان بيروح يقعد مع أحمد لإن مدخل البلد لوحد ويرعب ويخط بسبب إن الكهرباء كانت ضعيفة أو تقدروا تقولوا إن وقتها الكهرباء كانت حاجة جديدة على أهل البلد يعني كانت أغلب الأدوات الكهربائية بتشتغل على مولد وده جهاز كبير بيشتغل بالبنزين المهم بعد ما سابوه ورجعه اتمالك أحمد نفسه ونور النور بتاع المكان ولقى إن فيه حاجات كتيرة تسرقت من القاعة ولما شمس النهار طلعت جمع أحمد أهل البلد وحكى لهم كل اللي حصل معاه وهنا كبيرهم قال غريبة دي أول مرة تحصل والموضوع ده ممكن يتكرر تاني وعلشان ناعف اللي عملك ده هنخلي واحد تاني معاك وهيكون فيه مجموعة بتراكب المكان بردك بس من بعيد علشان لو حد من الحرامية دول فكر ورجع تاني يمسكوها على طول وعدت فترة وما فيش حاجة حصلت لا سرقة ولا غيره وبدأت الناس اللي بتراكب مع أحمد يخف ويقل انتبههم شوية بشوية لحد ما في يوم أحمد كان قاعد برا قدام باب القاعة هنقول عليها المعزية وهتعرفه قال ليه اختارت الاسم ده بالذات وهنا أحمد سمع صوت حد بيناديه وبيقول له أحمد أحمد تعالى أنا قاعدة جوه وعوزاك أحمد لما سمع الصوت ده انصدم وقال هو الصوت ده بجده ولا بيتهيق لي ومين اللي بينادي علي من جوه رد أحمد على الصوت اللي كان بيناديه عليه بعد ما استجمع شجعته وبصوت بينا عليه الخوف قال مين انت مين يا ست انتي وكيف بتتكلم معاي من جوه دخلت كيف ونجعت جدام الباب وما تحرجتش بعدها الصمت سات المكان لإنما حدش رد وقتها فتح أحمد الباب وشغل النور وبدأ يدور في كل حتة عن الست اللي كانت بتندح عليه لكنه ملاقاش حاجة نهائيا وراح نحية الحمامات أكرمكم الله وبدأ يتكلم وينادي عليها ويقول يا ست يا ست انت فياني ودخلت هناك كيف لكن برضو محدش بيرد وقبل ما يمشي من قدام باب الحمامات حصلت حاجة غريبة وهي ان كل حنفيات المية اشتغلت كلها في وقت واحد وراحت الكهرباء أطعى وهنا زاد الرعب أكثر عند أحمد طلع برا يكري وهو بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو ايه اللي بيحصل ده وقف برا مش عارف يعمل ايه وما كانش فيه حد قريب منه ينادي عليه وبالصدفة لقى واحد من اللي بيرقبوا المكان جاي عليه لما سمعوا بينادي وقال له ما لك يا عم احمد وشك مخطوف وابتجف ليه انت اللي جاي منها علي حصل معايا حاجة غريبة دلوقيت ومش فاهم بالضبط هي ايه وبدأ احمد يحكي كل اللي حصل معايا بالضبط من اول الصوت لحد حنفيات المية اللي اتفتحت لوحدها الراجل كان مستغرب من كلامه او مش مصدق اللي قاله اصلا فتح الباب ولقى المكان كله هادي وما فيش اي حاجة وراح عند الحمامات كمان لكن برضو ما كانش فيه اي حاجة وده كله احمد ناشوره وهو خايف وهنا هو قال لأحمد ها يا صاحبي مفيش هياته احاجة اهو تلكيك بس لما الكهرباء جطعت عليك اتهيئلك الكلام ده وهو زي ما انت شايف انا دخلت معاك وما فيش هياته احاجة لا ست ولا حنفيات مفتوحة وما الجناش هياته احاجة ايوا فعلا صح بس اني متأكد من الصوت قالي سمحته لان كنت جاعد قدام الباب والصوت كان واضح ما تجلقش ما تجلقش اني هفضل معاك شوية علشان اثبتلك انه بيتهيئلك خرجوا فضلوا قاعدين قدام الباب لبعض صلاة الفجر والناس والناس كلها بدأت تصحى من النوم وعد اليوم عادي ولما الدنيا ليلت وعلى حوالي الساعة 12 بعد نص الليل كان احمد قاعد في مكانه وبيحرص القاعة وهنا سمع نفس الصوت اللي سمعه مبارح بينادي عليه وبيقوله ومن هنا هنكمل اللي حصل على لسن احمد اللي هيحكي ويقول بقية الحكاية وقتها اني ما كنتش قادر حد بالصوت جاي منين بالزبط لكن لما سمعته بدأ يوضح كان صوت انثوي سحارتني من شدة جماله وخلاني تشدت لها اكتر اني مش عارف اوصفه كان صوت ياخدك لعالم تاني وقتها اني رديت وقلت انت ميهن وعاوز اياه تعالوا انت هتعرف دخلت وبدأت ادور في كل حتة لحد ما وصلت للمكان بتاع زفت اي عريس وعروسة اللي بقى اسمه حاليا ستج لقيت بنت قاعدة على كرس من كراسي العرسان عمري ما شفت ولا هشوف زيها ابدا من شدة جمالها ملمحها اني احاول اوصفها لكم كانت بيضة بيضة تلج وعيونها لونها فيروزي تسحر ايتها حد يبص لها ولابسة فستان بيض كأنه حتة منيها ومبين كل تفاصيل جسمها هي مش طويرة قوي ولا تخينة حاجك ده مش ممكن الواحد يصدفها او يشوفها في حياته اني وقتها وجفت متنح من شدة جمالها ومن صوتها الحلو حتى نسيت اسألها هي مين فقد من سرحاني وتقدمت نواحيتها علشان اشوفها عن جريب ولما وجفت جدامها بصيت في عينيها وصرحت وما فقتش غير على صوتها وهي بتقول لي تعالى تعالى اقعد جنبي وجيت لها وبمجرد ما جعدت جنبها حسيت برعشة جوية بتصرف كل جسمي وسخونة مش عارف هي جاية منين وهنها للأسف وجعت في المحزور وبعدها جايتها بتقول لي بعد اللي حصل ما بينك انا كل الليلة هتلاقيني في نفس المكان بصراحة اني مهم من ايش اياته حاجة غير ان اشوفها كل يوم حتى من تفاصتي محباتي شعرف هي مين واستمر الوضع عليك ديه اكتر من اسبوعين لكن في ليلة هي ما جاتش وكت هتجنن واشوفها في اليوم ديه اني ممشيتش من المكان وافضلت قاعد بفكر فيها وقول لي يا ترى رحت فين وهشوفها تاني وقال لي لا تاني يوم برضك ما جاتش وافضلت على الحال ديه اسبوع وتاني يوم من الاسبوع اللي بعده كنت قاعد برا قدام الباب وفجأة سمعتها بتنادي علي بصوتها الحلو الرقيق اني اول ما سمعت صوتها فرحت جوه من جوايا وقمت تجري زي المجنون وملهوف عليها وقلت لها انتي كنت فين بقالك اكتر من اسبوع مجتيش قبل ما ارد عليك قول لي انت مش عايز تعرف انا مين اي بصوح انت مين اني في كل مرة ببقى عايز اسألك لكن لما بشوفك بتوقف جمالك وانسى كل حاجة ومن شدة حب ليكي ما بجعش يفرج معايا غير انك تفضلي جنبي طب لو قلتلك انا مين مش هتخاف مني وتسبني لا 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 طبعا مستحيل ان اسيبك انا انا مش من عالمكم انا مش انسية انا من عالم الجن بعد ما جارتك ديها انا وجفت مصدوم شوية بس انا كده ولا كده كنت حاسس ووقتها انا قلت لها انا انا كنت شاكك انك جنية فعلا يعني انت مش خايف مني لا لا انا مستحيل اخاف منيكي انا بحبك ومش قادر ابعد عنك يبقى تتجوزني وتطلبني من اهلي وانا هسعدك وهعملك كل اللي تتمنى في الدنيا ومش هخليك محتاج اي حاجة ابدا انا وافقت طبعا لان بالنسبة ليه كانت فرصة لا تعود بس كان مطلوب مني ان ننزل تحت الارض عند اهلها علشان اطلب يدها ويتم الجواز انا من كترة لهفتي عليها مرفضتش وقررت ان ننزل حتى ما عملتش حساب لبعدين ولا ايه اللي ممكن يحصل معايا بعد كده انا وقتها رديت عليها وقلت انا موافق موافق انزل تحت لكن ممكن حد منكم او من اهلك يقزيني اتطمن طول ما انت معايا ما حدش هيقدر يقرب منك لا من الانس ولا من الجن بس اسمع مني الكلام اللي هقوله لك دلوقتي واتنفزه انت هتسيب الشغل اللي انت في دلوقتي لانك مش هتحتاجه وكمان السكل وهتقعد في مكان معزول لوحدك انت هتقعد في الساحة المكان ده هيكون كويس ليك واكدر راحة وعلى نص الشهر اللي احنا فيه هجيلك واختك وننزل تحت علشان نتكوّس علشان اوضح لكم الساحة ديه مكان عند الجبل وبلاش اذكر اسمه لانها منطقة سياحية بس عدد السكان اللي هناك مش كتير وما حدش بيسأل عن حد المهم ان يسبت الشغل وقلت له للبلد اني رايح مصر وهشتغل هناك واحتمال اقعد فترة لان واحد صاحبي جابلي شغلانة زينة وقلت نفسك كلام لهلي والكل دعالي بالتوفيق وبالخير ولما وصلت المكان اللي قالتلي عليه فضلت ادور على شغة تكون مناسبة ليه كانت شغة اجار في الاول لكن بعد كده الوضع تغير وهتعرف ليه بعد شوية المهم لما جاه اليوم الموعود وفي نص الشهر اللي كنا فيه حضرت قدامي بعد نص الليل ما اني كنت قاعد مستنيها ومولع بخور وشوية حاجاتك ديها عملتها زي ما كانت طلباها مني بس لما حضرت ما كانتش لوحدها كان معاه دانيان راجل وست وكانوا كبار في الهيئة والشكل بس مش قوي وباين على الراجل من لبسه وهيئته اللي كانت مش مفهومة انه راجل مهم قوي والستة كمان كانت حط على راسها تاج وكان مليان جواهر وأحجار كريبة اللي منشدت جمالها وضوها كانت منورة في الظلمة لكن الحاجة الوحيدة اللي كنت حاسس بيها هي سخونة وحرارة قوية في المكان ده غير الريح اللي عمري ما شميتها قبلك ديه المهم الجن اللي حضرت كلم مقلي ازايك يا احمد ما تستغربش انا عرفك من يوم ما تولدت وبنتي كانت دايما معاكم لازمك لكنها كانت مستنية الوقت المناسب اللي تقدر تكلمك فيه وتكون انت على قد المسئولية في القرار اللي هتاخده وامها كمان تكلمت وسلمت عليها وبدأت تلف حواليها واني واجف بعدها ابوها كمل وقال انت لازم تنزل وتحضر معانا الحفلة اللي هنعملها لشانك انت وبنتي انا موافق موافق طبعا وبعدها اختفى هو والست اللي معاه وافضل تانيه ومع شوكة الجنية اللي حبيتها اكتر من ايتها حاجة وقضينا الليلة ديه مع بعض وكانت ليلة من اجمل الليلة اللي عشتها في حياتي وقبل ما نام لجتها مدت يدها ودت لي خاتم هدية وقالت لي ده علشان تقدر تشوفني في النهار بس ما تكونش مشغل القرآن ولا حتى تكون فاتح اي شباك من شبابك البيت انا نمت جنبها وصحيت وكان النهار طلع كان وقتها تقريبا حداشر قبل الظهر قمت بعد ليلة كانت من اجمل الليالي بالنسبة لي لكن بعد الليلة ديه انا دخلت في عالم انا مش قدو ومش عارف عن اي ايتها حاجة تاني يوم هي حضرت بعد عشية على طول وكان معاها هدوم هي مكنتش هدوم قديمة لكن تحسك ده من التفصيلة والقصة بتاعتها انها من عصر قديم عصر ولا اني لبستهم وبعدها طلبت مني ان اغمض عينيه وفي لحظة لقيت نفسي في مكان كبير قوي كان قصر واسع وواقف فيه ناس كتير وكلهم كانوا على هيئة بشرية اني حسيت انه مكان مش موجود غير في الاحلام ومن كتر مكان سقف القصر ديه عالي وعوميد وقوية وتخينة حسيت انها مدينة ارم ذات العماد بجد ده من شدة هيبة المكان اللي شفته والتشبيه ده هو اللي جاه على بالي وقتها لاني ما شفتش زيه قبلك ده المهم الملك والملكة كانوا مقاعدين بعض ما حضروا وكان معاهم بنتهم الجنية اللي هنفترض ان اسمها سافير هي جات لي ومشيت معاها وكان كل الموجودين بيبص علي انا مش عارف ليه المهم سافير وقتها قالت لي اول ما نحضر قدامهم اعمل زي ما انا هعمل بالظبط لما سافير وصلت قدامهم انحنت وحبت على يدهم ولزلت بحركة غريبة ده هو مسكة العباية او الرداء بتاع الملك والملكة وقبلته زي زمان في زمن السلاطين وبعد ما قامت انا عملت كيفها والملك هنه اعلن جوازي من بنته قدام كل الموجودين وبدأت حفلة كبيرة قوي ومجنونة والاصوات فيها عالية والجب وكله كان سخن لدرجة اني كنت حاسس اني هنحرج وما قدرتش هتحمل سخونة المكان انا طلبت منها اني ارجع مكاني وردت علي وقالت لي ايه اللي انت بتقوله ده مش هينفع مش هينفع غير بعد الحفلة ما تخلص انا مش قادر انا مش قادر حاسس اني هنحرج من شدة حرارة المكان هنه هي راحت واتكلمت مع ابوها الملك شوية ورجعت لي تاني وقالت لي طيب غمض عينيك ليه علشان هترجع مكانك انا بيني وبالنفسي ما صدقت انها قالت كده واسمعت كلامها وفعلا غمضت عينيه وبعدها على طول ما فيش دقيقة لقيت نفسي في مكاني بس كانت الدنيا وقتها نهار يعني النور الشمس طلع وكانت الساعة تانيان بعد الظهر انا استغربت جوي انه هده احنا يا دوب ما كملناش وقت طويل تحت كيف يعني النهار طلع بالسرعة ديه والساعة عدت تانيان الظهر وهناها انا اتصدمت الجد بعد ما جلت لي انت بقالك تلات ايام في ارضنا وفي مملكتنا ها تلات ايام لا 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 مستحيل كيف يعني الكلام ده حصل وقتنا غير وقتكم واردنا غير ارضكم وقوع تستغرب انا رديت واني مصدوم ومزهول وجلت حاضر هحاول وبعدها كملت كلامها وجلت لي انا هروح دلوقتي وهرجع لك تاني طيب ما تتأخراش علي حاضر هكون عندك فهائر عبوات بعدها انا قعدت افكر في كل حاجة حصلت معايا وكأنه شرية تمر قدام عيني انا كيف وصلت لي هنا ويا ترى اللي بعمله ده صح ولا غلط ويا ترى هتكون نهايته اياه فرحة زي ما كنت متخيل ولا هتكون مصيبة ودمر لياه المهم لما حضرت سفيرة بعدها بوقت مش كبير كان معاها صندوق ولما فتحته لاجات جواه جطعة من الدهب كانت كبيرة جوي وتجالة اهني انا قلت لها ايه ده ده هدية الملك ليك بمناسبة جوازنا خدها وبحها علشان يبقى معك فلوس انا بصراحة كان من جوايا فرحة كبيرة جوي وفعلا اخدتها وبعتها واجبت لي وقتها فلوس كتيرة جوي ملهاش حصر ما قلي منسيتش اهلي طبعا وساعدتهم وبعدت لهم فلوس وجات لي فكرة انه تاجر في الدهب ده وبدأت افتح محلات للدهب اللي كان بيجيه لي منيها لدرجة ان اشتريت وقتها قرية قاملة على البحر واسمي بقى معروف ومسمع ما بين رجال الاعمال والناس اللي معاهم فلوس انا من وقتها وحبيت ان ما يكونش فيها اي حد في الدنيا ديه عنده فلوس كيفي وعلى شانك ديه بديت اطلب منها اكتر واكتر لحد ما في مرة لجيتها بترفي التلبي طلبي انها تجيب لدهب من المخازن اللي تحت المرض بصراحة بعد ما رفضت معاني وقتها تعصبت وزعلت ولجيت نفسي مشتم فيها وكأن بركان وانفجر لكن هي كانت سكتة وملتزمة الصمت ولا تكلمت ولا ردت وكأنها تمسلم الحجف ما قلت شيتها حاجة كأنها مش سمع كلامي وبكله هدوء وثبات قلت لي ها خلصت كلامك وقتها اني اتحرجت قوي من غضب وانفعالي عليها وسكت وما قدرت شنطك بكلمة لاني وبكل بساطة انكشفت قدامها اني بقيت كلب فلوس بقيت شخص طماع وصابتني شهوة المال والدهب والسلطة وبقى كل اللي يهمني منها الدهب والفلوس وكأن ده اللي يجمع بناتنا بس وهي برضك عرفك توقتها وفهمتك ده ان حبي للفلوس والدهب غيرني وعلشان تتوكد من اخلاصي وحبي ليها في يوم واحد كانت كل سروتي كاين لم تكن واتدمرت كلياتها اللي انحرج واللي انسرج وما لقيتش ايتها حاجة وده كله كان مجرد اختبار لي منها بس تفتكروا اني هنجح في الاختبار ده لا وهتعرفوا دلوقيت ليه بعد ما اسمعت الخبر ده بان كل سروتي راحت ما بين يوم وليله رجعت ليها وقلت لها على اللحصل معايا وبس تعطفها على امل ان قلبها يحن لكن هي قالت لي بكل سبات ده نتيجة طمعك في التهب والفلوس وقتها انا ما قدرتش اتمالك نفسي وامسك لساني ورديت عليها بأصعب الشتايم وهنه بقى وفي اللحظة ده هي تنرفزت قوي وبدأت ثورة غضبها تظهر في البيت كله والنار بدت تولع فيه وتضرب اي حاجة تيجي قدامها انا في الوقت ده عديت مرحلة الخوف بشوية لكن بعد غضبها اللي شفته حسيت انها تقزين يعني كمان وقتها انا حاولت ننجي برا الشقة بكل الطرق لكن الباب كان مكفول ولجاتها وقفة ورايا وعناها بطق شرار مسكتني وحدفتني على الارض ومسكت حاجة خشب كبيرة في يدها انا مركزتش كانت اياه لكنها كانت هترميها علي لكن وفي اخر لحظة وبدون سابق انذار وقفت وهدية وبعدها اختفت من المكان انا بعد اللي حصل قاعدت وما كنتش قادر اقف على رجليا ولا قادر اتحرك من مكاني فضلت قاعدة افكر انا ايه اللي عملت ده انا لازم اغرب منيها لانها مش هتسبني في حالي بعد ده والحل ان نرجع الاهلي زي الاول بعدها وبوقت قصير من تفكيري وسرحاني حضرت جنية في المكان وقالت لي سيدتي سافيرة طلبت حضورك دلوعتي ولازم تنزل معايا المملكة الجن تحت الارض وممنوع انك تقابل طلبها بالعسيان او ترفضه بصراحة اني كنت خايف علشان اجده اني رفض تنزل لعندها بعد اللي شفته منيها بعنية وبعدها الجنية اختفت اني لما افتكرت الخاتم اللي ادتهولي سافيره لبسته في يدي واستدعيتها واللي كان رد فعلا انها ما حضرتش لكن بعد ساعتين من الاستدعاء حضرت واعتذرت ليها وتأسفت لها على كل حاجة اني عملتها وهي كانت قاعدة في صمت مش بتتكلم لكن اني كان كل همي ان ارجع زي الاول علشان الفلوس والثروة بس تفتكروا هي كانت عارفة اني بفكر في ايه المرة ديه كمان ولا لا المهم اني بعدها بديت اعيش حياتي معاها بدون ما اتكلم او اطلب منها اتجيب لي حاجة في الوقت ديه هي طلبت مني حاجة وقالت لي اسمع يا احمد انا عايزك تطلع تدور على شغل وتكون نفسك وما تعتمدش على حد واولهم انا اني قلت لها حاضر لكن اللي كان بيدور في طماغي كانت حاجة يا خالص اني كنت عايزة خليها تسمع كلامي غصبا عنها اني في الفترة دي اشتغلت في مكان كان قريب من البيت عندي ولكن هي كانت ترافضة اي حد يدخل البيت غير اني بس في الفترة ديه اني تعرفت على اصحاب وعرفتهم اني قاعد لوحدي لكن الموضوع ما استمرش كتير خصوصا بعد ما واحد من اصحابي كان عارف اني كنت من الناس اللي عندها فلوس وثروة اني لجيت في يوم جاي عند البيت وبدون حتى ما يقول انه جاي اني لجيت الباب يخبط ردت عليه وقلت مين وكلمت من وراء الباب لكنه احرجني وقال لي يا عم احمد انت متعود تكلم اصحابك كده من وراء الباب ولا ايه لا لا طبعا يا صاحبي بس انا استغربت النججات من غير ما تعرفني اتفضل اتفضل البيت بيتك بعد ما دخل وقعد لجيته بيقول لي انت ليه كتم البيت كده وما اعفل كل الشبابيك والله اني بارتاح نفسيا كده وما بحبش اقعد غير في الجو ده لكن فجأة اني حسيت بسخونة وحرارة في البيت وعرفت وقتها انها حضرت وديها علامة اللي وجودها اني سكت وحاولت بكل الطرق اني مشيها لكنه واضح انه ما عندوش دم اهني هو تكلم وقلي انت معاك حد في البيت ولا ايه لا 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 مفيش حد عندي طيب طيب يلا ننزل نتمشى تحت شوية اني وفقته بس من جوايا ما كنتش عايز اخرج معاه لاني كنت حاسس بحاجة غريبة من نواحيته ومش طيقه بس اعمل ايه الاصول وزي ما انتم عارفين لانه جهلة حد بيتي فما كانش ينفع اطرده ولما طلب نخرج ما لجيتش سبب يخليه نرفض خرجت انا وهو وقعدنا في مكانك ده شبه الجنينة فضل يتكلم معايا وقلب طريقة زكية وخباسة في نفس الوقت انت معاك جنية واسمها سفيرة انت جاوستها بقى لك فترة ودت لك حاجات وانت عملت معايا حاجات صح ولا لأ انت انت عرفت كيف الحاجات دي يا احمد زي ما انت معاك انا كمان معايا لكن اللي معايا بيخدموني مش زيك انت بتعمل اللي هي عايزاها وكمان بتخدمها وبتسمع كلامها وهنا كلامه كان بيرسم طريق الشر جدامي وكمل وقال انا ممكن اخليك تسيطر عليها وتخليها كمان هي اللي تسمع كلامك غصبا عنها وتطلب منها اي فلوس او دهب انت عاوزه ونفسك فيه كلامه عجبني لكني ما كنتش عارف انه بيرسم طريق هلاكي وقتها انا رديت عليه وقلت انت بتتكلم من جد طب انا هعمل كده كيف بكرا تجي للبيت وانا اعرفك ازاي تقدر تعمل كده بس علشان ده يتمي يا احمد مطلوب منك تجيب لي الخاتم اللي عندك علشان اقدر اخليها هي زي الخاتم في صباعك ماشي ماشي يا صاحبي بكرا هجيلك ومعي الخاتم تمام بس رصيحة عاوزك ما تخفش وتتعامل معها بشدة وحزم انا قلت له ماشي ورحت ورجعت عالبيت ولجتها موجودة مستنياني وقالتلي انت كنت فين كل ده يا احمد كنت عنده واحد صاحبي اه صاحبك اللي معك في الشوح ما انت عارفة كل حاجة اهو احمد لاني بحبك وبخاف عليك ولو انت كمان بتحبني يارد تبعد عن الكلب ده وعلا اللي هيحصل مش هيكون كويس انا رديت عليها بكل برود وقلت لها ماشي ودخلت نمت واني عالسرير وفرحان باللي صاحبي قال لي عليها او اللي كنت فاكر انه صاحبي اني هرجع تاني احمد احمد القوي اللي معاه فلوس واني هخليها خدامة تحت رجلي وطوع عمري هي واهلها تاني يوم انا اخدت الخاتم وطلعت من البيت قبل ما تحضر وروحت عنديه في مكانه ودخلت عنده وكانت ريحة بيته كافية لانها تخلينا رجع كل اللي في بطني كانت ريحة بيته عفشة قوية المهم انا دخلت وقفل البابا وراي وبكل هدوء اتكلم وطلب مني الخاتم اللي اول ما شافه انبهر من جماله وقرأ النقش اللي مكتوب عليها وراح جب من جوها حاجات كده عاملة زي ورق البردي والمخطوطات وكان عليهم رسومات وكلام غريب وحاجات شكلها مرعب وجب كتابه بدك يقرأ منيها والخاتم في يده لحد ما لقيت حضور عظيم قوي ووحدة دخلة ومعاها اتنين قوياء من شكلهم وكانت مغطية وشها بحاجة سودة من شدة ضرام الليل ما كانش باين منها ايتها حاجة ولما وقفت قدامه كانت في شدة العصبية والعناد والشر باين في نبرة صوتها لكن تقهوص التحذير والعهد كانوا اقوى من ايتها حاجة واخد العهد منيها وانها تكون في خدمته ولبس الخاتم في يده ولما رفعت القماش السودة من على وشها كانت المفاجئة كانت سفيره وكانت بتبصلي بنظرات عتاب ولوم وكان حجمها ضخم قوي وبدت ملامح الانتجام تنترسم على وشها وبجلج وخوف انا قلت للراجل انت انت عملت ايه بسيطة انا اخدتها الخدمة دي وانت بقى اطلع كده زي الشاطر برا بيدي بدل مأزيك في اللحظة دي انا اتدم غلي في عروجي لما حسيت بغبائي وضيع الخاتم وسفيره مني انا هجمت عليها وفي لحظة نطق اسمها وكانت وقفة بيناتنا وبتبصلي بابتسامة كلها غل وتشفي وكانت على اتم استعداد انها تموتني وتخلص مني بس كل دي كان غصبا عنيها لان انا اللي قدرت بيها وبعتها الكلب زي ده اهني هو اتكلم مجلها اه خلاص خلاص سي بيه هو هيمشي ويسمع الكلام من غير مشاكل ومن غير حتى معرس ودانه انا فتحت الباب ومشيت وكنت طول الطريق عمال افكر في اللي عملته لحد ما وصلت الشقة وانا على امل وبعشم نفس انها تحضر وتيجي لكن للأسف ما حضرتش بعد شهر انا كنت بتابعه وبرقبه من بعيد وحسيت قد ايه اني كنت بحبها وما كانش ينفع انه فرد فيها لأي حد عد اسبوع وروحت البيت وكنت ناوي انه انتجم منه شر انتجام لكن للأسف ما لحقتش لان وقت ما رحت لقيت عربيات الاسعاف والمطاف في كل مكان لان بيته انحرق وهو كمان انحرق جواه بصراحة انه كنت فرحان جوي لما عرفته وتأكدت انه هو مات محروق وفي نفس الوقت انه كنت مرعوب لانه ممكن سفيرة تيجي تنتج مني بسبب اللي عملت معاها واني غدرت بيها وخنت العهد اللي بيناتنا ونسيت كل حاجة عملتها معايا وعدت ايام كتيرة مش عارف قديها وما بقتش انزل من البيت غير علشان اجيب الوقت بس وفي يوم وقت ما كنت قاعد حسيت بسخونة وحرارة في المكان كله ولقيتها واقفة قدامي اني قمت وقفت وفضلت تأسف واعتذر ليها كتير لكن هي فضلت ساكتها ومن اتقلتش بكلمة واحدة وده اللي خلاني انحنيت وقطيت على رجليها بص فيها لكن بردك ما فيش فايدة ولا تحركت من مكانها ولا تكلمت بكلمة واحدة وفجأة لكيت كل الحاجات في البيت طايرة في الهواء وبتخبط في بعضيها ولقيت رجلي كأن جالها شدة عضلي وما قدرتش اقوم من شدة الوجع اللي جالها وقعت على الارض مشلول وهي اختفت من مكان ولحد دلوقات ما شفتهاش تاني ومن وقتها وانا بقيت على كرسي بعجل اما بالنسبة للورم والانتفاخ اللي في رجلية الدكاتر معرفوش يشخصوه ولا يوصلوا لعلاج وقالولي لو بعد فترة الجلد وقع من عليها هيكون الحل الوحيد البتر انا بعد كده عملت عملية استقصال جزء كبير من معدتي يعني بيعتبر تشل نصها ورجعت اهنها على البلد وما حكيتش اي حاجة لحد ولا حتى اهلي لكن صعبت على ناس كتير وزي ما انت شايفك ده دلوقات انا بكلمك وانا قاعد على كرسي من قدام القاعة اللي ارجعت اشتغل فيها تاني بعد ما كانت للأفراح بقت معزيها للأموات بس اقول لك على حاجة هي وحشتني قوي ونفسي شوفها وعمر ما زعلت منيها رغم اللي حصل معايا لكن انا استاهل لان انا اللي خنتها وفرطت فيها وهنا احمد سكت بعد ما خلص حكايته مع سفيرة جنية الدهب انتم بقى ايه رأيكم في قصته هل احمد فعلا يستاهل اللي حصل له ولا لا هستنى اردودكم في التعليقات واتمنى ان قصة النهاردة تكون عجبتكم واستنوني في القصص اللي جاية كان معكم باشا مصر مع خالص تحياتي لكم جميعا وبكده تكون تجربة النهاردة خلصت اللي بعتها لنا احمد نجيب اللي حابة بديله لقب بالقناص لانه جد بيصطاد القصص القوية والمسيرة واللي اعادت صياغتها اخت الغالية زهراء وتم اخراجها من قبل العبقري قلب الاسد علاء العزيزة لكم مني ومن جمهور قناة حاودي ترام خالص الشكر على هذا العمل الرائع وبنفكر جمهورنا الغالي بالانتساب للقناة للي حابب انه يطور من المحتوى واللي كمال هيكون سبب ان مستوى القناة يعل على منصة اليوتيوب ودلوقتي فضلا وليس امرا الاعجاب بالحلقة الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الاشعارات علشان يوصل لكم كل جديد وتعليق طبعا عن رأيكم في اداء وتجربة النهاردة سواء بالنقدة او الاعجاب والاهم دلوقتي هو المشاركة والاستماع الكامل للحلقة علشان عدد ساعات المشاهدة يزيد ونوصل لدفعيل القناة انا بقولها لكم بمنطقة الصراحة كل فريق العمل بجد مضغوطين جدا وعلى اعصابنا علشان الهدف دا يتحقق بالرغم من وقتنا تضيق وظروفنا فعالاقل عايزين نلاقي رد فعل مشجع ونفرح كلنا لما نلاقي القناة اتفعلت فياريت ياريت بجد تقفوا مع قناتكم قناتكم انتم قنات حوادي تراب كان معكم فرقان المدني في رعاية الله حفظه ودمتم طيبين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة